او بتاعك. عندك بتدخل على بتاعك زي ما انت كده اول ما بيفتح بتختار اخر حاجة اللي هي ما يسمك للتاحدي. بتدخل عليها. وهكيها بتدخل لعدادات عندك ايما انت هتشتغل بسلك هتجيب سلك نت من الراوتر على تدخله في الراس برو باي شكرا ما فيش اي عدد بتعمل هو اوتوماتيك بياخد اي بي من الراوتر والبنيا بتمشي معك. او انت بتاعتك فيها فتدخل على وبتبدأ بالاسهم بقى سواء من الكيبورد او من على الموبايل بتاعك لحد ما توصل للشبكات المتاحة. الشبكة بتاعتك اوليكم دي باختارها. دوسرا طبعا انا انا كنتت بيها. فانت بدل لو تلات ده يطلع لك وانتو تكتب فيها الباسورد وتدوس انتر هيجي لك ان هو عندك وشكرا على كده. بس. جزء الربط اه اللي انك تخلي الموبايل بتاعك عبارة عن ريموت بتاعك. اه هو اللي انا هعمله على الايفون هو هو نفس اللي انت هتعمله على اندرويد مفيش فرق. اه هتدخل على بنسبة الايفون هتدخل على الاب ستور وهتعمل سيرش على اه كودي ريموت وهتختار تحمل الابليكيشن وبعد كده هنعمل اوبن. اول ما بتفتح تخش الابليكيشن هتلاقي الابليكيشن عندك بالشكل اللي واضح ده ده هتختار وتبدأ تضيف تعمل الاعدادات بتاعة الريموت بتاعي. سمي اي حاجة انا سميه مسلا سمارت تي في. هنيجي على ده يبقى تمانين تمانين ده هيحصل ما بين الموبايل بتاعك وما بين وتسعين تسعين ده هتسيبه زي ما هو بقيت الحاجات هنسيبها زي ما هي هتيجي بس على وهتكتب كودي والباسورد هتكتبه ماهر. والباسورد ده هتكتبه ماهر فعلا. اه اه كله يعني. وبعد كده هندوس على كودي. زي ما انت شايف قدامك كده هو اوتوماتيك جاب الاي بي للسمارت تي جي بتاعي. وزبط الدنيا كلها اوتوماتيك يعني. بس ده مش هيحصل. اصلا ده مش هينفع. علف حالة واحدة بس. ازا كان الواي فاي المتوصل على بتاعك هو هو نفس الواي فاي اللي انت موصل عليه الموبايل. طب في حالة لو كنت اصلا انت مشغل الراس بري باي اه اثر نيت. فيش مشكلة. المهم ان الموبايل يكون مواصل على الواي فاي بتاع الروتر اللي طالع منه سلك الاسر نيت. طبعا هي نفس يعني. بعد كده بتعمل سيف. فخلاص بتدوس على ده هو دلوقتي خلاص هو كده بتجيب كنترول. زي ما انت شايف قدامك دي بتبدأ تتحرك يمين وشمال عادي خالص. طبعا انا عندي هنا بيتحكم بس انا مش عارف اه يعني مش هنصور شاشة في نفس الوقت يعني. وباك بترجع وهكزا. وكمان تقدر تعمل من هنا. يعني اللي هو من هنا. هتبدأ تختاروا اياكم مسلا تيفي شوز. هو المفروض انه طب هنجيب لايف تيفي. اه لايف تيفي. بيجيب لك المتاحة. بتبدأ مسلا اي بقى نوع حسب الكاتوجري. هختار مسلا دي. وعمل فهو دلوقتي شغال عندي على كزلك برضو لو انت عندك افلام او حاجة اي حاجة موجودة هنا. اه يبقى نفس النظام لو انت عندك افلام على الموبايل او مزيكة تقدر تعملها لو انت عملت لها كونفجر بس انا مش مدي الابليكيشن قال له ان هو هيدخل على بتاع الموبايل. لكن انت لو عملت عندك هو اوتوماتيك هيقرأ كل الاغاني اللي عندك وكل الافلام اللي موجودة على الموبايل وتقدر تعمل لها على الشاشة من هنا. طبعا كل ده مش مهم. هو مهم عندنا موضوع الريموت. وفي حيط انك تكونترول الصوت بتدوس على الترس اللي فوق ده وتبدأ تقلل الصوت. وفي هنا لو انت عايز تكتب اي حاجة مطلوب ان هي مفروض انك تكتبها على في وكزا في اكتر من في ولكن اهمهم دول. اه نقطة مهمة الجزء ده بيشغل اللي انا قلت لك عليها بيخلي اللي احنا حطونها. تشتغل وتبدأ تجيب الفيلم او اي حال الميديا اللي انت مشغلها وتبدأ بتاعتها تشتغل اوتوماتيكا. شكرا.